وفي اليمن كشف نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح عن مخطط للانقلابيين لإنشاء جيش طائفي في اليمن يدين بالولاء لإيران ويفقد هويته الوطنية والقومية وأشار الأحمر إلى مخاطر الانقلابيين وإرهابهم المنظم واستهدافهم للهوية اليمنية وتمسي معالم اليمن العسكرية والثقافية واستيراد أفكار ومفاهم إيرانية لغرسها في عقول الأجيال ودع نائب الرئيس اليمني إلى التلاحم والتكاتف للدفاع عن أهداف ومقدرات الشعب اليمني والتصدي لكل من يحاول استهداف وحدة اليمن وبدل المزيد من الجهد والتلاحم بما يمكن أو يمكن من التخلص من الانقلاب واستكمال عملية التحرير